السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم جماعة الخير ربما هذه الحلقة بالنسبة لي من أهم الحلقات اللي رح أعملها في حياتي وليست فقط في هذه المرحلة الحرجة التي نمر بها كشعب فلسطيني ليش هس رح تعرف للأمام لكن هذه الحلقة فقط لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد مش للناس اللي بتدور عشيء معين سمعوني لو سمحتوا للآخر عشان تشوف وجهة نظر هذا الجندي شو بقول ونحل الكلامه ونشوف إذا هو فعلا صادق في كلامه ولا إنه فعلا كلامه من إيش نابع العنوان بقول جندي إسرائيلي يخرج عن صمته ويكشف أن أحداث 7 أكتوبر حطمت ثلاث مفاهيم مركزية عند المجتمع الإسرائيلي بخاطب مجتمعه الإسرائيلي وهو اسمه نير كوهين هذا الجندي موجود في قطاع غزة وكان جندي احتياط وأصبح جندي مقاتل وحينما أحيل إلى الاحتياط أو كذا وكذا حب أن يرسل رسالة للداخل الإسرائيلي كتبها بالعبري ليس بالعربي ولا بالإنجليزي يعني بمعنى هو مش مهتم من إحنا نعرفها وهذا أول سبب من الأسباب اللي أنا حفيثا بدي أحكي هذه الحلقة لأنه كتبها بالعبري وأنا بدي يا كنت العربي اللي تسمعها مش الصهايني لأنه الصهايني عارفين هذا الكلام في قرارات نفسهم لكن هو شو بك كله بكلك أحداث سبعة عشرة يجب أن نحارب يعني يجب أن نحارب حماس لا نحارب حماس فقط بل يجب أن نحارب شيء في داخلنا وفي أنفسنا شو كصدوا من هذا الكلام بكلك أحداث السابع من أكتوبر لم تكن وليدة السابع من أكتوبر هناك قبلها ستة وخمسين عام من السيطرة العسكرية على الشعب الفلسطيني في الضفة وخمستاشر عام من حصار مشدد على غزة آهن ثم آهن ثم ألف آه المرة أنا اللي بحكي مش بنقل عنه آه ثم آه لو تعرف شي يعني ستة وخمسين عام من السيطرة العسكرية على الشعب الفلسطيني أي واحد من حضراتكم عايش في دولة عربية زي السعودية أو مصر أو الأردن أو غيرها بسمعني مثلا من أي دولة عربية أنت ممكن تروح من منطقة لمنطقة أزيد عسكري ممكن تشوفه شرطة سير أو إذا في حدث معين نادر ما يحدث ممكن تشوف عناصر من شرطة من شرطة خاصة من كذا ممكن ونادر لكن الجيش اللي في بلدك وانت بتشوفهم كذا إحنا في الضفة الغربية مناظر الجنود والإم سيكستينات والدبابات والمضرعات ازهكنا منها أصلا حفظناها شميه يومي نحن عايشين تحت حكم عسكري وسيطرة عسكرية علينا وهسا بدي أفصل لك أكثر وأكثر المهم فبدخل على المهم وبقول لك الثلاث مفاهيم اللي السابع من أكتوبر حطمتها عند الثلاث مفاهيم المركزيات اللي السابع من أكتوبر حطمتها عند الإسرائيليين هي كالتالي أولا أول مفهوم ليس هناك حاجة للسلام يستطيع جيش الدفاع الإسرائيلي حماية الدولة حتى بدون هذا السلام هذا مفهوم مركزي عند الإسرائيليين سمعتني أنا شكولت قبل شوي ليس هناك حاجة للسلام لأن جيش الدفاع الإسرائيلي يستطيع حماية الدولة حتى بدونه يعني بمعنى عند الإسرائيليين وهو يكتب بالعبرة وخلينا أكد لك المعلومة 100 مرة عند الإسرائيليين في قناعة أنهم مش بحاجة يسالموا أحد لا فلسطينيين الداخل ولا في الضفة وغزة ولا حتى في الأردن ولا مصر لأنه عندهم جيش بوجهة نظرهم قادر أن يحميهم من كل شيء وبالذات الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وهنا يعلق ويقول لك هذا الكلام أثبت فشل وأثبت العكس فشلت إسرائيل في السابق من أكتوبر من حماية شعبها في 17 ثم أنتم تقولون لاستبعاج السابق انظر إلى الأردن ومصر انظر إلى حدود الأردن ومصر بعد توقيع اتفاقيات السلام التزمت الدولتان العربيتان بالسلام إذا صار حادثة فردي من هون أو اختراق حدودي من هون ماشي بس بشكل عام شوف كيف إسرائيل من ناحية الأردن وإسرائيل من ناحية مصر مسالمة يعني في سلم وطمئنان ولا كاعدة ليلة نار في البواريد لا العرب ملتزمين بالسلام ومحترمين أنفسهم ومحترمين اتفاقيات السلام فلذلك هذا الكلام حينما لا تريد تطبيقه على الشعب الفلسطيني بحجة أن لديك جيش دفاع فيستلزم بالضرورة أن تحكم هذا الشعب حكم عسكري وأن تسيطر عليه عسكريا تمام؟ لمدة ست وخمسين عام بدك تظلك مسيطر على هذا الشعب بدك تعمل سلام معاه يعني بدك تظلك ماسك البرودي مما سيتعبك أنت أصلا في المقام الأول هذا أول فكرة مركزية حطمتها هجمة السابع من أكتوبر أن جيش الدفاع ليس صانعا للسلام وليس ضامنا للسلام وليس الأهم بديلا عن السلام ليس بديلا عن السلام النقطة الثانية المركزية اللي حطمتها السابع من أكتوبر موجت نظر هذا الإسرائيل الجندي الذي يتكلم بالأبرية أنه يقولون يمكن السيطرة إلى الأبد على الشعب الفلسطيني واضطهاده بينما تزدهر إسرائيل بجانبه تعرفوا أنه هذه خطوة نقطة مهمة جدا جدا الإسرائيليين مهمة جدا أنك أنت تعرفها كعربي وأنا أعرفها كفلسطيني قبلك الإسرائيليين عندهم قناعة أنه ممكن نظل للأبد إحنا منزدهر كإسرائيل ومن تكنولوجيتنا وتطبيعنا مع العرب وسفرياتنا وفلوسنا وكذا وكذا بينما منسيطر على الشعب الفلسطيني ومنضطهده للأبد هذه وجهة النظر يعتقدها كل إسرائيل يعايش في تل أبيب أو في مستوطني أو في كل الكيان الصحيوني أنت بتخيل شو معنى هذا الكلام؟ ليش طب حطمتها السابع من أكتوبر؟ لأنه شافوا أنه المستوطنات حسب أرض وجهة نظره طلعت أهميتها ودم المستوطنين أكثر احمرارا حسب تصريحه من المدن اللي واقعة في غلاف غزة واللي هجموا عليها المقاومين في وجهة نظره في السابع من أكتوبر رغم أنه السابع من أكتوبر كانت إغارة عسكرية على فرقة غزة وذهاب إلى بعض المستوطنين والمدن لأخذ رهائن من المدنيين بين قسين العاش للتفاوض عليهم بالمدنيين الموجودين بس بقصة طويلة هذه أنتوا عارفينها يعني شايف؟ لكن هو شو بقول؟ بقول أثبت العكس هذا وجهة النظر عند الإسرائيليين أنه نحن منقدر للأبد نظل نزدهر نزدهر طالما قام عين الشعب الفلسطيني أثبتت فشلها لأنه في السابع من أكتوبر الكرينا الجيش كله بكلك كانت فيه تسع كتائب في الضف وكتيبتين في غزة كتيبتين في غزة ليش؟ لأنه الضف ملاني مستوطنين ومستوطنات وبدهم حماية وكل مستوطن بده جب أسكري بأربع جنود عشان يحموا حاضر الجنابه بينما في غزة خلاص محاطينها ومحاصرينها وصوروا وصاروا خير من هنا إذا صارت الأحداث وكذا وكذا لكن لما طنعوا علينا الغزة هزوي ملكناش جيش ملكناش هذا يساعدنا تمام؟ هذا حطمتها السابع من أكتوبر حطمت هذا النظرية النظرية الثالثة أو المفهوم الثالث المركزي عند الإسرائيليين التي حطمته ألا وهو المستوطنات تحرس وتحمي إسرائيل وطلع العكس تماما كل إسرائيل يعتقد أن ما هم الإسرائيليين كيف بدهم يشربوا شعبهم أو اليساريين من شعبهم أو اليها اللي وسطيين من شعبهم كيف بدهم يشربوهم أن نحن نسرك في أراضي الفلسطينيين ونستوطن فيها لازلنا لحد الآن شو بكلهم؟ كلهم المستوطنات بتحميكم المستوطنين بيحموكم هذل المتطرفين متطرفين على عدوكم مش عليكم فلذلك خليهم نستوطنوا خلينا نسرك أراضي من الطف الغربي ونحط فيها المستوطنين بيحموكم تبين بعد السابع من أكتوبر أن العكس صحيح تبين أن المستوطنات عبئة على إسرائيل وليست معاها تبين أن المستوطنات تستلزم حماية وتستلزم تحريك كتائب من الجيش الإسرائيلي في كل هذل بتصير بقول لغمو السابع من أكتوبر تسع كتائب ودوهن للضف عشان تحمل المستوطنات وتسكر الشوالع الرئاسية على الفلسطينيين خافوا السابع من أكتوبر أنه مش بس في غزة غزة والضفة فتلاحقوا الضفة قبل حتى ما يودوا الجيش عغزة قبل حتى ما يودوا الجيش عغزة جيش يعني عدد وكذا وكذا ودوا بس هيك عينات طيران من هبل وراح قصف الحفلة وقصف إسرائيليين شايب؟ لكن ما ودوش على شسمه على الضفة ما ودوش عفوا على غزة زي ما ودوا على الضفة ولذلك ولذلك جمعت الخير يعني هذا المفهوم أثبت فعلا سطحيته وفشله أن المستوطنات أجت لتحمي إسرائيل قبل ما أخلص وأتركك لتفكيرك وملاحظاتك الخاصة لنما أبدأ طول عليك بدي بس أسرد لك الثلاث مفاهيم اللي كانت في قلب كل إسرائيلي وحطمتها السابع من أكتوبر أولا ليس هناك حاجة للسلام يستطيع جيش الدفاع الإسرائيلي حماية الدولة حتى بدونه ثانيا إلى الأبد يمكن السيطرة على الشعب الفلسطيني والطهاده بينما تزدهر إسرائيل بجانبه ثالثا المستوطنات تحرس وتحمي إسرائيل هذول الثلاث مفاهيم حطمهن السابع من أكتوبر ربنا أحفظكم جماعة الخير وحفظ فلسطين ورجالها مملك العربي السعودي وجمهورية مصر العربية وجميع بلاد العرب وتراب العرب السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر